موسيقى مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله في هذه الحلقة من برنامج سوريا في أسبوع هل من المبالغة القول إن مدينة دير الزور على طريق مضايا هل يمكن المراهنة على موقف شخصيات شيعية لبنانية رافضة لتدخل ميليشيا ما يسمى بحزب الله اللبناني في سوريا ما الذي أضافته قصة اعتقال هادي العبدالله ورائد الفارس إلى وعي السوريين بشأن بعض التنظيمات العسكرية العاملة على الأرض في سوريا ما هي انعكاسات تفجير منطقة السلطان أحمد في إسطنبول على وضع السوريين في تركيا أسئلة تلخص محاور هذه الحلقة التي يسعدنا أن نستضيف فيها أو خلالها هنا في الأستوديو الدكتور محمد بشير حداد الأكاديمي وعضو المجلس الوطني السوري وعبر سكايب خالد مصطو الناشط من مدينة دير الزور حياكم الله دكتور بداية حياكم الله أستاذ محمد وما أمانينا إن شاء الله للثورة السورية بفرج قريب ونصر عزيز دكتور محمد بداية الوضع الضبابي فيما يتعلق بمدينة دير الزور إعلاميا يعني هذا التلاقي بين نظام الأسد وبين تنظيم الدولة فيما يتعلق بإعلام لا أريكم إلا ما أرى ورفضه ومنعه لأي وسائل إعلام حتى مستقلة أن تنقل الحقيقة من داخل مدينة دير الزور كيف تقرأ هذا المشهد؟ أقرأه بأن هناك ثمة جوامع ما بين النظام الطائفي الإرهابي الذي يقوده بشار الأسد وما بين تنظيم داعش هذا إذا لم نخد في قضية من أوجد الآخر وما مدى الصلة بين الآخر الجامع بينهما في هذه القضية التي طرحتها أستاذ محمد هو الثقافة الإقصائية وتمس الحقيقة وسيادة النظرية الأبوية النظام هو أبوكم أدرى بمصلحتكم أحفظوا لحقوقكم أسوانوا لكم أرفقوا بكم أرفعوا بكم وداعش نفس الشيء وكلنا يعود إلى داعش لما بدأ ظهوره على المسرح السوري ظهوره على المسرح السوري أول ما استهدف كان يستهدف من؟ قبل وصوله إلى دير الزور كان يستهدف الأعلاميين نعم الأعلاميين الغربيين الأعلاميين العرب وكاد أن يخلي ساحة الثورة بإرهابه من الأعلاميين ليتم هو والنظام بقية الفصول التي خطت لها لتكون على مصطح الثورة السورية ولكن الله قدر أمرا آخر فلم تنجح داعش في الوصول إلى ما أرادت إليه والثورة السورية بأبطالها وأحرارها استطاعت أن تفسد ذلك يعني كلاهما يريد تفسير واحد غير النظري أبوية أنه يريد أن يرتكب من الفضائع والأهوال في حق هذا الشعب وهو وقود الثورة لأنه تجرأ فخرج يطالب حقوقه يريد لهم أن يمارس عليهم شتى أنواع الإرهاب بعيدا عن أي عين صغرت أم كبرت نعم ونلاحظ هذا وربما يكون محور آخر أن بعض من يشابههم في النظرة الإقصائية يمارسون هذا حتى اليوم في أنهم يعادون الإعلام ولا يقدرون للإعلام في الثورة قدرة نعم أنا أنتقل إلى الأخ خالد مصطو من أورفا ليحدثنا عن أوضاع دير الزور أخي خالد بداية لو وضعتنا في الصورة الإنسانية لآلاف السكان المحاصرين سواء من تنظيم الدولة أو من قبل ميليشيا الأسد في مدينة دير الزور أحييك أستاذ محمد وأحيي قناة حلب اليوم مدينة دير الزور تعيش حالة إنسانية غاية في الصعوبة أكثر من 200 ألف إنسان محاصرين في حيي الجورة والقصور هذان الحيان تسيطر عليها قوات النظام في حين أن تنظيم الدولة يحيط في هذه المنطقة من جميع الجهات قبل عام من الآن عام من الآن قام تنظيم الدولة بإعلان حصار هذه المنطقة وعدم دخول الأشخاص والطعام والحاجيات استغل النظام هذه الحالة ومنع الناس من الخروج من المدينة ممنوع أحد يخرج في حين أن تنظيم الدولة ليس لديه مانع بخروج الناس من هذه المنطقة لكن النظام استغل هذه المسألة لمصلحته الشخصية لمصلحة عناصره وضباطه لمصلحة عناصر الأمن الموجودين وأصبحوا يبتزون العالم الآن من يريد الخروج يدفع 200 ألف 200 ألف 300 ألف حسب الواسطة الموجودة الآن 250 ألف الموجودين أو أكثر من 200 ألف أكيد لكن تقديرات تختلف من جهة إلى أخرى هؤلاء ممنوع دخول الطعام بالمطلق النظام يؤمن الاحتياجات الخاصة لعساكره وجنوده بينما هؤلاء الناس ممنوعون من دخول الطعام الطعام لا يدخل، الدواء لا يدخل تكلمت أنا حتى أستقي معلومات تكون من أرض الحدث تكلمت مع عدة أشخاص في الليلة الفائتة واليوم صباحا تكلموا عن عدم وجود أي حاجيات بالإضافة إلى الطعام ورؤية لعدة حوادث تبين مدى المأساة الموجودة هناك نعم، ذكرت أخي خالد فيما يتعلق بالسكان المحاصرين من قبل تنظيم الدولة أنه ليس لدى تنظيم الدولة أي مانع من خروجهم بعض النشطاء ووسائل الإعلام ذكرت أن هذا الأمر ليس بهذه السهولة التي ذكرت وإنما يتم إخضاعهم لدورات شرعية بين قوسين إجبارية لمن يريد الخروج من المناطق المحاصرة من قبل تنظيم الدولة والخاضعة لسيطرة ميليشيا الأسد بالإضافة إلى مرورهم عبر بوابات أمنية معقدة والله بصراحة هم فرضوا في الفترة الأخيرة فرضوا الدورات الشرعية دورة شرعية طبعاً هي مدتها خمسة أيام إلى سبعة أيام يقومون بمصادرة هوية الشخص بعد تفتيشه عند حاجز عياش ثم يأخذون الناس الخارجين من مدينة دير الزور يأخذونهم إلى مدينة معدان حيث يتم تفتيش هؤلاء الناس لديهم قوائم بأسماء بعض المتعاملين مع النظام هؤلاء يتم اعتقالهم البقية عند المساء يتم تركهم وأطلاق صراحهم وكل من يذهب إلى مدينته أو إلى حيه أو قريته بعد ذلك تتم الدورة الشرعية ولكن المسألة الكبرى والتعقيد في الخروج من قبل النظام يعني هناك سماسرة لدى النظام يأخذون الأموال يجبون الأموال عندما يريد أن يخرج الشخص عليه أن يدفع مئات الآلاف يعني عن كل شخص مئتين ألف إذا العائلة خمس أشخاص عليه أن يدفع مليون اليوم أحد الأصدقاء ذكر لي أنه أعطى سيارته مقابل خروجه بالطائرة إلى مدينة دمشق سيارة ثمن وأكثر من مليوني لير سورية حتى استطاع الخروج وهو وعائلته إلى مدينة دمشق نعم أعود إليك دكتور محمد سكان مدينة دير الزور وقعوا بين جهتين مجرمتين تتصارعان على منطقة غنية بالموارد النفطية والموارد الطبيعية بالتالي المثير طبعا أن تنظيم الدولة انتزع السيطرة على هذه الأحياء في مدينة دير الزور انتزعها من أيدي الثوار وليس من أيدي ميليشيا النظام وما زال يحتفظ بخطوط معينة بينه وبين ميليشيا الأسد كيف تفهم أيضا هذه المعادلة؟ أفهم أنهم متشاركة لي في إرهاب الشعب السوري في إعاقة الثورة السورية عن بلوغ أهدافها الدليل الأول ما ذكرته أنه لم يأتي هذا التنظيم الإرهابي داعش ليقاتل النظام ويزيح النظام عن المناطق المتبقية له في دير الزور إنما جاء إلى مناطق الثوار ومناطق الثورة فبسط سيطرته عليها وأزاح الثوار عنها وتوقف عند ذلك وكلاهما يبتز الناس فيما بينهم الأمر الغريب الوثائق التي سربت من قبل أيام التي تحكي أنه في تعاون كامل في قضية حقول النفط وإدارتها والتشارك في مواردها وتقاسم إراداتها وتقديم الدعم الفني الكامل مع تسهيلات كاملة من النظام لداعش لاستمرار استثمار أبار النفط التي من جهة داعش التعاون بينهما كامل التعاون بينهما كامل على أرهاب الشعب السوري التعاون بينهما كاهل على ابتزازه التعامل كامل على أن لا يكون للثورة ولا للجيش الحر ولا لفصائل الثورة أن يكون لهم مكاننا في هذه اللقعة الاستراتيجية الهامة التي هي بوابة بين سوريا وبين العراق ومن جهة حلب وشمال سوريا إن لم يكن هذا التعاون دليل على أنهما يستهدفان أمرا واحدا فلا أظن بعد ذلك دليل نعم أعود إليك أستاذ خالد يعني الحكومة السورية المؤقتة ومقرها في تركيا أشارت في بياني لها إلى أن عشرات المحاصرين في دير الزور من أطفال وشيوخ ونساء قضوا نحبهم نتيجة الحصار ما المطلوب من مؤسسات المعارضة التي لا تمتلك أي دور حقيقة في دير الزور ولا تمتلك أصلا ولا تمون إذا صح التعبير على هذه المنطقة باعتبارها متوزعة بين تنظيم الدولة وما بين ميليشيا الأسد ما الدور الذي ينتظره أهالي دير الزور من مؤسسات المعارضة كالحكومة المؤقتة حين حديثي البارخة مع بعض الشباب داخل مدينة دير الزور طلبوا الأمر التالي إما إلقاء المساعدات عن طريق الطيران طيران التحالف بحيث تتحدث المعارضة السورية مع التحالف بإنزال جوي للمواد الغذائية من أجل إغاثة الناس إن لم يكن هذا متوفرا يجب الضغط بأمر آخر وهو الضغط على النظام من خلال منظمات المجتمع المدني والمجتمع الدولي على النظام لاستماح للناس بالخروج من هذا الحصار المطبق هاتان الحالتان ممكن أو عملية إجلاء جوي المطار ما زال يعمل تنزل الطائرات طائرات النظام تأتي بالذخيرة وتأتي بالطعام لأفراده بينما الشعب أهل مدينة دير الزور اللي هم أهلنا وأصحابنا وأخواننا وأبنائنا يتضورون جوعا نعم أزيدك من الشعر بيت يعني الآن المواد المتوفرة داخل حيي القصور والجورة المحاصرة المواد يبيعها جنود النظام يعني جند النظام يأخذ مخصصات من البطاطا والرز والسكر والبندورة فيأتي فيبيعها للأهالي نعم وأعطيك بعض الأسعار مثلا البقوليات من عدس وحمص وفول وفاصولية سعر الكيلو أكثر من ثلاثة آلاف ليرة سورية نعم عندك البامية والملوخية إن توفرت وهي لا تتوفر دائما يعني تتوفر بخمسة كيلوات وتبع على عشرة خمسة عيلة أكثر من ثلاثة آلاف ليرة سورية بدون الخوض في التفاصيل بدون الخوض في التفاصيل أخي خالد يعني الوضع مأساوي بمعنى الكلمة ربما تكون أبرز رسالة وجهتها من خلال هذه المشاركة هي رسالة موجهة إلى أطراف المعارضة وإلى الحكومة المؤقتة لتبذل ما في وسعها لإنقاذ من يمكن إنقاذه من أهالي دير الزور أشكرك جزيل الشكر الناشط من مدينة دير الزور خالد مصطو كنت حدثتنا من مدينة أورفا شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة في هذا الجزء من هذه الحلقة مشاهدين الكرام فاصل قصير ونعود لمتابعة بقية محاوري هذه الحلقة أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام دكتور محمد أعود إليك يعني سلاح التجويع الممنهج الذي يمارس في مضايا في الريف الدمشقي في دير الزور كما شاهدنا قبل قليل يعني إلى أي مدى يمكن أن يخضع أبناء هذه المناطق النظام رفع شعار الجوع أو الركوع والشعب السوري يفضل الموتى دون الركوع ولن نركع بإذن الله وهذا الصمود الهائل في دير الزور أكثر من سنة في الزبدان أيضا أكثر من سنة هذا الصمود يؤكد أن التجويع لن يجدي شيئا والثورة ماضية بإذن الله بما يلقي الله من سكينة والثبات في قلوب هؤلاء المحاصرين الجوع اسمح لي تعليق بسيط أنا اليوم دخلت إلى موقع الأمم المتحدة باللغة العربية ويعلقون عن أن الأمم المتحدة اليوم تحذي من تزايد احتياجات الإنسانية في سوريا ومنطقة أنا أريد أن أعرض الأرقام فقط سريعا الأمم المتحدة اليوم ناشدت اليوم الثلاثاء ناشدت تمويل جديد قدره 7 مليارات وتلقيته 70 مليون دولار أمريكي لمساعدة 22 مليون ونصف سوري يعني مساعدة من؟ الشعب السوري كله 22 مليون يعني الأمم المتحدة تقر أكبر كارثة ومجاعة على مر التاريخ لدولة كاملة وعدد بهذا الأرقام المخيفة هو في سوريا فقط أحصاءاتهم أذهلتني الأمم المتحدة اليوم تقول 4 ملايين و700 ألف لاجئ في البلدان المجاورة في داخل سوريا ومنهم الدير نعم 13 مليون ونصف مشرد هذا تعبير أمم المتحدة الوصف الدقيق القانوني مشرد في داخل سوريا تقدير الأمم المتحدة نعم بشكل مختصر وسريع هذا أخر شيء سأقوله تقدير الأمم المتحدة الأمم المتحدة اليوم بعد دخول مضايا ويتحدث مندوب الأمم المتحدة هناك ورأى أربعين ألف جائع رأاهم بحينهم وقال جعلوا يأكلون كل ما ينبت من الأرض وما لا ينبت يبتكرون وسائل الطعام يقول هو من دول المتحدة اليوم كل المدن المحاصرة في سوريا بما فيها دير الزور أو ريف دمشق أو شمال سوريا لا يقل عدد سكان فيها عن أربعمائة ألف سوري محاصر نعم نناشد الضمير الإنساني نناشد الضمير الإنساني نناشد دور الجوار الضغط لتحقيق المساوى بين الكارثة الإنسانية في سوريا والكوارث الإنسانية التي وقعت في السنوات الأخيرة كل الكوارث الإنسانية التي وقعت في السنوات الأخيرة جاءت طائرات حلف الناتو وطائرات الاتحاد الأوروبي وألقت المساعدات من علن لهم ليأكلوا وكانوا لا يستطيعون التوجه نحن نطالب المساواة بأي بقعة أفريقية فيها كارثة وبأي بقعة إنسانية فيها حصار حربي وعسكري كما عملتموهم أن تعاملوا 13 بتقرير تدرات الأمم المتحدة 13 مليون ونصف مشرد و400 ألف محاصر نريده بسرعة بسيطة نريد طيران إغاثة حالة طريقة نعم سأنتقل إلى المحور الآخر إن سمحت لي دكتور يعني كلنا تابعنا ملابسات اعتقال الناشط الإعلامي السوري الشهير هادي العبدالله وأيضا الصحفي رائد الفارس بداية كيف تابعت هذا الخبر وهل كان مفاجئا بالنسبة لك أم متوقعا صدمت صدمت لما بعد الاختطار في قليل وأنا أتابع الأخ البطل هادي العبدالله وأنا لا أسميها اعتقال لا اعتقال يكون من السلطة معترف بها حكومة قائمة أو شبه حكومة قائمة لكن فصيل مسلح يأخذ واحد ويقول ويقال إن فعله كان اعتقال ليس اعتقال هو خطف جاءوا إليه وخطفوه وهذا العبدالله من أبطال الإعلاميين في الثورة السورية صدقا وموضوعية وكفاءة وعطاء وفداء صدمت جدا أتوقع الشهادة لكل من هم في الساحة الثورة السورية هذا أمر الشهادة وارد لك أن يخطف من فصيل يدعي أنه شريك في الثورة السورية ويقومون باستفزازات ليس لها أي مبرر قانوني ولا إن كانوا يعني معنيين بعض الشيء بالدعوة الإسلامية كما يقولون فهو مناقض لإهداف الدعوة الإسلامية مناقض للثورة السورية مناقض لمشاعر الحاضنة الشعبية الحاضنة الشعبية كسر أبواب، خلع، اختطاف، إرهاب، تحقيق، تعهدات، مصادرة أجهزة إعلامية لماذا هذا الفصيل العسكري؟ لماذا يخيفك الأعلام؟ لو عدنا إلى السبب يعني هذه الجهة تحججت بين القوسين بمنشور نشره رائد الفارس وتضمن انتقادا لحالة بعض الفصائل المحسوبة على السلفية ربما من حيث ازدواجية المعايير لديها أو من حيث تسليط الأضواء على أمور تعتبر هامشية أمام أمور أخرى هل لمست هذا المحذور الشرعي الذي لمسه هذا الفصيل؟ رائد فارس أول مرة بمناسبة ألتفت لسمه مع أجرالي لقدره ومشروعه إذاعة فريش وهي تخدم الثورة السورية بالأول جاءت الأنباء أنه موسيقى ما موسيقى الموسيقى موسيقى ثم تبين الأمر ليس موسيقى الموسيقى مسألة خلافية ونحن في ظروف الثورة لا يستطيع أحد أن ينكر على أحد وليس الحق أحد أنت لا تريد أن تسمع الغناء لا تسمعه ونكتفي القصة لا أن نحدثها في البلبلة حالة من البلبلة والاضطراب لدى جيل شباب محبط يكتوي بألم الثورة غير مقمون نهائيا استطعت أن تصع إلى مسؤول وتنصحه بكلمة طيبة وتقبلها منك جزيتا خيرا عجزت عن ذلك لا تملك أكثر من هذا لكن قول بعد ذلك رائد فارس كتب وعلى صفحتي أيضا أجل بعض الأخوة اقتبسوا وأنزلوها وقرأتها أنا إذا أحسن الظن والشأن بالمسلم أن يحسن الظن بالمسلم أقول أمرين اثنين رائد فارس فيما كتبه هذا الذي استفزل بعض هو عبارة عن تنبيه إلى إعادة ترتيب الأولويات هو يقول لهؤلاء الفصائل أو لبعض الشباب لم يسمي أحدا أعيد ترتيب أولوياتكم خاصة في الثورة وفي حالة المأساة التي نعيشها هذا إذا كنت سأحسن الظن نعم إذا كنت سأحمل الألفاظ فوق ما تحترين كثيرا كثيرا وأجعل الأصل يعني الأصل خوارم المروءة ونواقض الإسلام وليس الأصل أنه مسلم وأنه كذا على هذا بعض العبارات قد يكون خانه التعبير فيها وكان بالأمن أن ولكن لا تستدعي كل هذا لا تستدعي أبدا إلا النصيحة بالتي أحسن وإذا كنتم تعلمون أن الأخ هادي موجود فلما لا تتصليم بالهادي برفقه بما يليقه بقدره وعطائه وفدائه والأخ هادي هو في الأصل طالب علم الشرعي وأخ شرعي يعني ذو ثقافة شرعية متخصصة نأتي إليه ونكلمه بالتي أحسن ونوسطه لكي يصدر تصحيح من الأخ في العبارة وتنتهي القصة أما هذه الزوبعة وعصابنا مشدودة ومضايا تأنوا من الجوع والناس لا تجدوا ما تأكل القطط والأخ يا سيدي أنا الأخ بن مناسي أعود للوراء الأخ يقول في مضايا وفي معظم المناطق المحاصرة كيلو الأرز وصل ثمنه إلى ثلاثمائة دولار أبريكي ثلاثمائة دولار أبريكي نحن نريد أن ننقذ الأنفس البشرية وتأتون أنتم فتحديثوننا هذه الزوبعة هذا خطأ وجهت من خلال صفحتك على الفيسبوك منشورا بهذا الخصوص ووجهت نداءا إلى عقلاء جبهة النصرة نعم ما مضمون هذا النداء يعني أريد من العقلاء في جبهة النصرة أن إذا استطاعوا أن يعيدوا المتنفذين في جبهة النصرة إلى المنطقة الوسطية في حرمة الدماء وحرمة الأموال وصيانة الحريات والكرامات وترتيب الأولويات وفق احتياجات الثورة السورية فليفعلوا ذلك وإلا فإن نصيحة لهم جميعا العقلاء إذا عجزوا أن يغادلوا إلى موقع آخر فساحة الثورة السورية كبيرة وواسعة ونحن عرفنا دائما في بلاد الشام وفي سوريا بالوسطية والاعتدال لن نقبل غير ذلك والأولويات حتى في المنطقة الأولوية المنكر لا ينكر إلا إذا كان متفقا عليه وما لم يتفق عليه فلا مجال الإنكاره فكيف أن تستباح الدماء وأن يروع مسلم النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا دخل رجل من المسجد أو السوق ومعه سهم أن يخفضه لكي لا يفزع أحدا أو يصيب أحدا بأذى نعم ليس لدينا متسع كبير من الوقت سأنتقل إلى محور الآخر وهو هذا البيان الذي أصدره مجموعة من الشخصيات الشيعية اللبنانية والذي عبر عن استنكاره لحصار مضايا حصار مضايا بالدرجة الأولى كان عن طريق حزب الله اللبناني يعني ميليشيا حزب الله اللبناني وأيضا عبر عن استنكاره لدخول الميليشيات اللبنانية من الأساس في هذه الأزمة بين قوسين كيف قرأت أيضا هذا وهل يمكن أن يبنى على مثل هذه المواقف هذا البيان يعني ما أقول يريحنا ولكن يجعل لنا أملا في عقلاء ونعود إلى العقلاء ودائما نخاطب العقلاء كما خاطبنا عقلاء في النصر نخاطب العقلاء في كل مكان عقلاء الشيعة أن يتحضقوا تأخر هذا كثيرا كنا نودوا أن يكون يوم أن بدأ الزبح الطائفي والقتل الطائفي والتفجير الطائفي في العراق ولكن ما تكلموا الآن بحكم الجوار ربما الشعب السوري أقرب إليهم وربما الآن وجدوا ظروفا أفضل ليقولوا بأنه هناك يعني مظلة عالمية تدفع إلى يعني استهجان من كل البشر هذه الجرائم اللا إنسانية وجرائم الحرب التي يمارسها حزب الله المسمى حزب الله في حصار وتجميع عشرات الألوف من السوريين ممن آووهم ونصروهم وبدلوا لهم نعم في أيام 2006 نعم استمشنوا به خيرا نعم قطت أمام سقوط عشرات وعشرات من كوادره المتقدمة على الأرض السورية حتى لا يفوتنا أهل القتلى أهل القتلى الذين أرهبوا الشعب السوري أن يضغطوا مع هؤلاء العقلاء ليعود حزب الله نعم إلى حيث ينبغي أن يكون في أرضه لا في الأرض السورية حتى لا يفوتنا التعليق عن ما حصل بالأمس في تفجير أو قبل أمس في تفجير قرب في منطقة نعم في منطقة السلطان أحمد قرب الجامعة الأزرق في إسطنبول نعم كيف قرأت التوقيت والدلالات بداية التوقيت خطر جدا بينما يريدون أن يضغطوا بواسطة الأمم المتحدة على الثورة السورية وأنا لا أرضى باسم المعارضة الثورة السورية أن تحضر إلى المفاوضات يعني ليس النزاع في سوريا النزاع معارضة ونزام لم يعد هناك نظاما ولم يعد له شرعية وهناك حالة ثورة الثورة أن تجر إلى المفاوضات بالضغط فأن يأتي هذا العمل إما أن النظام وإصبع النظام يعني كبير جدا في هذا التفجير إما أنه لا يريد يريد أن يخترع العزال لكي لا تتم المفاوضات أو أنه يريد أن يضغط على تركيا لتضغط في أمر معين وتستسلم له في بعض مطالبه أو أنه يريد أو روسيا تريد أن توصل رسالة معينة وروسيا ليست بعيدة عن هذه في تصعيدها للموقف مع تركيا بالأداء الداعشية بالأداء الداعشية وإيران ليست بعيدة عن ذلك إيران وروسيا والنظام بأيدي الداعشية طيب طالما أن هذه الحادثة تم التحقيق فيها من قبل السلطات التركية واتهم أحد الأشخاص السوريين القادمين من سوريا هل تخشى من أن يؤدي ذلك إلى تضييق على وضع السوريين في تركيا بشكل أو بآخر؟ أنا مطمئن جدا جدا لخير جوار يجاول السوريين وهو الشعب التركي الشقيق والحكومة التركية الدافع الإنسان عندهم هو الأساس يعرفون الشعب السوري 22 مليون ونص 17 مليون على أقل مع الثورة أو أكثر أو 20 مليون مع الثورة أن يقوم داعشية مجرم حركه النظام أو حركه لا أظن أن العقلية التركية والجوار التركي والحكومة التركية والوضع العالمي أن يعطي أي فرصة لاتخاذ أي إجراء مضاد للشعب السوري أنا على ثقة كبيرة وأظن الرئيس داود أغلو قبل قليل أو قبل ساعات كالتصريح يطمئن السوريين في تركيا أن الأبرياء لن يضاروا إن كان سيتم تحقيق فهو مع المتهمين ومع القواعد الخفية الكامنة التي يمكن أن تتفاعل مع داعش وهذه المناسبة نقدم تعازين للحكومة التركية تركيا ضحت كثيرا كما ضحت بعض الدول للجوار وقفت معنا كثيرا تحملت كثيرا من أجل الثورة السورية ونسأل الله دائما أن يكتب الأمنة والاستقرارة والسلامة والرفعة للشعب التركي إن شاء الله والنجاح للحكومة التركية نعم أشكرك جزيل الشكر الدكتور محمد بشير حداد الأكاديمي وعضو المجلس الوطني السوري كما أشكركم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة في ختام هذه الحلقة هذه تحية من فريق البرنامج والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة